طبعاً الأخوان تحدثوا عن أو سؤال حضرتك قد وجهتوا سؤال إلى الممثل أو المتحدث باسم الجفة التركمانية والسيد النائب نفس السؤال هو ما هو علاقة مادة 140 بالانتخابات هذه السؤال قد وضحوا عليها أو تحدثوا عنها وريدوا أن أتحدث عن هذه القضية أو عن هذه السؤال لها علاقة مباشرة قضية الانتخابات والمادة 140 متجانسين مع بعض ولديهم علاقة والدليل على هذا هو أن تشريع قانون مجالس المحافظات المعدل لـ 2018 جاءت أو أدرجت فيها فقرات الفقرات الأولى عكس الثاني والثاني عكس الثالثة والأخيرة عكس كلها شلون؟ يعني هناك فيها فقرة يقول بالاستناد على إحصاء 57 إحصاء 57 هو كان معترف بها لأنه لم يتم أي تغيير ديمقرافي قبل 57 على كاركوك وقد حدثت التغييرات الديمقرافية على مدينة كاركوك في عهد نظام البائد وبعد هذا حدثت تحرير العراق وكتبت دستور سمعت من بعض الإخوان يقولون لا يوجد فيها ممثلين عندما كتبت الدستور وعرضت على استفتاء في جميع المحافظات العراقية في كاركوك يعني الأصوات موجودة حصلت بالـ 171 على بنعم في مدينة كاركوك إن لم أكن خاطئاً